مرحبا موليد برشة الشدي كيف بدي يكون الأسبوع من الثانين 15 للأحد و 21 نيسان أبريل نحنا بهيدا الأسبوع عم ننتقل من الجزء الأول للجزء الثاني من شهر نيسان أبريل الجزء الثاني هو أفضل من الجزء الأول الرياح وفي حصوص يمكن أكتر وبتوصلكم بسهولة أكتر أنا حكي عن هذا الموضوع ببرشكم الشهري يلي حابب يدخل ويسمعوا من جديد بتلاقوا الرابط بعلبة الوصف شوفوا عنا بهيدا الأسبوع الشمس رح تنتقل من برش الحمل لبرش الثور رح بيصير في عنا مننتقل من مربع لمثلث أجواء رائعة لسيما في عطلة الأسبوع خلونا نبلش لحتى تاخدوا فكرة عن الأحوال الفلكية وتعرفوا تختاروا نوعية الوقت المناسب للعمل المناسب خلونا نشوف الثانين 15 نيسان أبريل شبيه بيوم الأحد هو يوم متعب شوي للأعصاب للجسد للجسم للعلاقات للنفسية ويمكن للمزاجية فبتكون تكونوا كتير هاديين وبعاد كليا على الانفعالات هو نهار عم بحكي فلكيا يمكن ما تحسوا بشي لكن نوعيته هيك فطولوا بالكن الثالثة الأربعة والخميس الأمر موجود ببرش الأسد هادي فترة أنا بعتبرها أكيد أريح من يوم الأحد والتانين اللي قطعوا هي فترة لا ترجعوا تضبطوا أموركن لا ترجعوا يمكن تحكوا مع حالكن تعيدوا النظر ببعض الأمور ترجعوا تفكروا تشوفوا هالياتور أخطأتوا كيف بيكون تصلحوا هادي فترة مهمة لمتابعة الأمور الملفات الأوراق ويمكن حتى تكونوا مع أشخاص ما بتعرفون أو بتعرفون عم تتواصلوا معهم بشغلكم أو بعملكم أو بدراستكم مثل الأسد زي مثل الزملاء لحتى توصلوا تحطوا إيدكم بإيد بعض وتوصلوا إلى نتيجة جيدة وانتبهوا من التفاصيل الخميس خمسة وربع المساء توقيت بيروت بيروط بيروح الأمر لبرش العذراء الصديق لأي لكم برج العذراء لحتى يشكل مثلث مع برشكم بيبقى كل الجمعة ويبقى كل السبت فترة وجود الأمر في برج العذراء فترة كتير قوية بتقويكم بشكل هائل لأنه هيدا الأمر من برج العذراء عم يشكل مثلث مع برشكم وعننا مثلثين مع المشتري وأورانيوس الموجودين ببرش الثور بعتبر بالتالي هذه الفترة من أقوى الفترات وأكثرها حظا تحديدا أقوى فترة في هذا الأسبوع رح بتكون من الجمعة الساعة خمسة المساء حتى الأحد الساعة الستة صباحا هون لأنه الشمس كمان بيكون برج الثور والأمر ببرش العذراء في دعم هائل للكم أقوى الفترات أكثرها حظا للمصالحات للمبادرات لتكونوا شوي جريئين يلي مستحي يلي خجلين أو يلي بدوا نسمة حلوة من الحظ هذه فترة رائعة بتحمل أخبار سارة الأحد ابتداء من الساعة ستة صباحا الأمر بيكون ببرش الميزين المهم أنتوا أخذتوا طاقات كتير كبيرة وصارت الأجواء أفضل خاصة أنه الشمس طبعا ببرش ترابي صديق لألكم أجواء رائعة بترافقكن لكن طبعا الأمر ببرش الميزين هو البيت العاشر فأحتمال أن يكون في بعض المنسبات أو اللحظات يلي بتمتحنكن لكن ما بيخاف عليكن بتاتا الموليد يلي بعتبرها أكثر حظا من غيرها هي 10 إلى 13 كانون الثاني يناير بيعطلت الأسبوع تأثيرات ولا أروع من هيك عند 21، 22 و 23 ديسمبر تابعوني مع الأبراج اليومي والشهري للمزيد من التفاصيل باي باي